وللمزيد من التفاصيل عن فعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس في دورة الخامس ترصدها لنا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم نعم بعد التحية نتابع معكم فعليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول والذي تم افتتاحه صباح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي شهد فيلما تسجليا عن إنجازات الدولة في قطاع البترول وأكد في عدد من التصريحات أن مصر كانت من الدول القليلة التي شهدت نموا إيجابيا في ظل جائحة كورونا وأكد أيضا أن الدولة قامت بصرف ما يقارب من 400 مليار دولار في تطوير البنية التحتية وأكد أيضا الرئيس في عدد من التصريحات صباح اليوم أن أفريقيا مازالت تعاني بعض المشاكل في جذب الاستثمارات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار وأكد أيضا أن هناك ما يقارب من 400 ألف مواطن يموتون بسبب استخدام مصادر أولية للإشعال وأن أفريقيا تحتاج إلى مزيد من التعاون بين مختلف الأطراف في قطاع البترول الذي تحقق فيه مصر نموا إيجابيا إلى جانب مختلف القطاعات فالأرقام تتحدث أنه زادت صادرات الدولة من البترول ووصلت إلى 13 مليار دولار في عام 2021 وهو أيضا ما أكد وزير البترول طارق الملة في حديثه أنه هناك نمو إيجابي في قطاع البترول في مصر وأن صناعة البترول ومجال البترول بيحتاج إلى توطين استخدام التكنولوجيا ونحتاج إلى وجود مبادرات عابرة للقرة للتكاتف والتعاون بين مختلف الأطراف في مجال الطاقة والبترول إذا تحدثنا بالأرقام عن معرض ومؤتمر اليوم وهي الدورة الخامسة والتي بدأت منذ اليوم وتستمر حتى السادس عشر من فبراير الجاري هذه الدورة جاءت بمشاركة واسعة لعدد من الوزراء نتحدث عن ما يقارب من 11 وزيرا من مختلف الدول ومن عدة دول في العالم شاركوا في الجلسة الافتتاحية إلى جانب عدد من الجلسات الحوارية أيضا من المنتظر أن يجذب المعرض والمؤتمر هذا العام في دورته الخامسة نحو 26 ألف مشارك من عدد دول حول العالم وما يقارب من 25 شركة بترول عالمية ومحلية و 260 متحدثا يشاركون فيما يقارب من 70 جلسة حوارية تتعلق بالبترول إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى أيضا بالنسبة للمعرض الذي يقام بالتوازي مع مؤتمر فيقام بمشاركة أكثر من 400 مشارك إلى جانب 7 أجنحة لدول مشاركة في هذا المعرض إذا تحدثنا عن الموضوعات التي يناقشها المؤتمر فهو يتطرق للحديث عن وقود الهيدروجين والمناخ والغاز المضغوط إلى جانب عدد من الجلسات التي تتحدث عن تمكين المرأة في مجال الطاقة وأيضا برامج لتدريب الشباب كما أيضا يمنح المؤتمر جوائز للأبحاث والابتكرات المتميزة في قطاع البترول والغاز تأتي أهمية هذا المؤتمر أيضا مع اقتراب استضافة مصر لقمة المناخ التي ستقام في شرم الشيخ مما يدعو إلى أهمية وجود حالة من التكاتف لمختلف الأطراف من أجل إنجاح هذه القمة وخاصة أن مصر ستمثل القرى الأفريقية بشكل عام أيضا بيسعى هذا المؤتمر إلى جانب المعرض إلى جذب المزيد من الاستثمارات والمشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة لمصر عن طريقة تعريف بالإصلاحات التي تتم في هذا المجال فهذا المؤتمر بيعد بوابة السوق المصرية والذي يعتبر أحد أكثر الأسواق الواعدة في قطاع الطاقة والبترول كما أنه يعد الحدث الأبرز في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقاءات المباشرة الذين يقودون تطوير هذا القطاع الحيوي أعود إليكم مرة أخرى